السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى تكونوا بخير اليوم مهم فيديو غير متوقع ما كنتش ناويقا نديرو لكن فجأة خرجتنا هاد خيتنا هاد الميكروبا ديال اليوتيوب كات يعني استفزتنا بزاف ما قدرتش أنني نصبر بغيت نشوف هاد هاد تصرف هاد اللي دارت في مواقع التواصل الاجتماعية ديال هاد دعوة لنطقة الدعي على الناس وهاد تصرف ديال هالجاهل الغير المسؤول لذا اللي ديسلايك لا يقص سرطان يلا هاد بها هاد شي هاد الهدرة هاد بها هش من محلها من الاعراب هش من ما فهمتش هاد السيدة هادي فين بغتش تحشم يعني فيت هاد وزاة السيجن على حسب فمها ما فهمتش سين بوسيبل الفم بنادم فين يقدر يوصله صاف انتي حن عليك الله وش بعطيه فلوس صقري لش كات مطي تعريف الناس وطعني في عباد الله ودعي على عباد الله راه اليوتيوب راه عنده قانون فيه لايك وفيه ديسلايك بنادم الاسبكتاتور حر انه يدير لايك ولا يدير ديسلايك شكنت يا باش تعريف العباد الله كيفاش انا ما فهمتش مش كينش قانوني يحبس هاد السيدة هادي ولا راه قهرطنا فين مادرة كنلقاها ولا بغتي مثلا الناس يبغيوك بالسيف راه راه ما محتوى مواله راه التفاهة وقيمة الجهل راه حشمتو بينا مع الجزائر ومع الدول المشاورة ومع اوروبا ومع العالم كله اليوتيوب المغربي ولا فيه محتوى كيحشم ابقى في الحالة المغاربة وعلى مرضى السرطان قاع كلنا عندنا شي واحد عزيز الي مرض بالسرطان يعني رضتها هي بحلة معيارة بحلة استيهزاء ومهاد المينبر هادا كانت الله والناس قاع اللي عزاز علينا وعزاز عليكم وموصابين للسرطان انهم يشافهم الله من عنده شفاء عاجلا لا يغادروا سقع كلا بخوفوكاسيون اولا دك اللي استيهزاز ودك التعنقير كتعنقر بتمنيميات كاديا اللي زابوني اعطاك ربي هاد الخبيزة حمدي الله مشي اهد تعنقيرو هاد جباد هكا فهمتوا ما انا هادي باش نديلها لايك ولا ديز لايك حاشا واش نحل اليوتيوب ونضيع وقتي ومقان تفرج فيها انا كتطلع لي في الفيسبوك من بعد هاد الدجا اللي دارت من بعد هاد الفضيحة اللي دارت وكان زابي في البلاس كان زابي سيخ بلاس كان زابي دونك ما نقدرش هادي ندخل لها اليوتيوب ونزيد لها انا تاني المشاهدة ديالي ونتفرج فيها ما نقدرش وكملوها وجملوها عودتاني البارح خرجت بنتها بوحد الفيديو وقات لهم ميما غالطاش انتو ماليكت جبدوها انتو ماليكت عيرونا كتقولونا العربية هي كتشرب ثلاثة ديال ديال انواع ديال الدواء قيمة الواقعها صراحة مريش في حالها شفت الناس واقيحين في الدنيا يعني بزف ولكن ما شفت حالها قالتها في لحظة شعور واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا بغيت نقولك خالتي نعيمة وخما بغش نعرف سميتك وما حاملش سميتك بغيت نقولك بان انت يالي سرطان كيتمشي على رجليه انت براسك كلك سرطان كيتمشي على رجليه وميكروب وش ما كفاوكش هاد الازامات المادية والمعنوية اللي كيمروا منها المغاربة وبغيت تزيديهم تانتي بالسرطان ديالك اللي شبعانة فلوس وهترتي مع ارتي ما تدري بيهم انا كان طالب من هاد المنبري لكن شي صلوطات في هاد البلاد ولا ترد البل ولا شي سيباخ بوليس ولا شي حاجة بحال هكذا ترد البل لهاد الاشكال تدير معاهم شي حل راه هاد الاشكال هاد الانواع راه قهرون راه خنزوا خنزوا المواقع التواصل اللي يجدي معي خنزوا هغي بتفاه ديالهم وبالفساد ديال وبالداناء ديالهم عفاكم السلوطات تديروا شي حل وش كتعرفو تزيدوا غاف الداربة ديال التلاجة والتلفازة والمكينة الصابون وش كتعرفو تغليوا علم غاربة غيسكر المواد الاساسية والطحين والدقيق والسميدة والزيت وديروا لهاد الميكروب شي حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنتمنى أن نتلقى في فيديو آخر أكثر إفادة